بتحبوا اللحمة الكبابة الحلة؟ انا كمان بحبها فتعالوا نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة عشان تطلع معاكم بالشكل الجميل ده يلا بينا هجيب عندي بصولاية كبيرة وامنضفاها كده ومقطعها كده واخد القطع دي كلها احطها في الكبه وافرومها كده فرما نعمة وبعدين هجيب عندي اللحمة بتاعتي اشيلها من الكيس ده كانت فكت بقى من الفريزر خلاص وبعدين اخسلها غسلة حلوة كده واصفيها وبعدين اقوم جايب الحلة بتاعتي وحط فيها معلقة سامنة بلدي وقلبهم كده عشان غاية ما السامنة تسيح وانزل باللحمة بتاعتي وديها كده صدمة لغاية ما سيبها الملون بتاعها يبدأ يتغير شوية بعد كده هقوم جايبة البصل اللي انا فرمته وديه تقليبة كده عايز اقولكو ان الريحة اصلا بدأت تظهر وما حطيت كمان البهارات بتاعتي اللحمة دي بهارات لحمة الريحة بقت اقوى وبعدين كنت مسخنة مية وبدأت تزود المية وبعد كده حطيت معلقتين ملح ومعلقت فلفل سود ومعلقت شطة وسبت بقى كله يتقلب في بعضه واه وحطيت كمان معلقة طوم لغاية ما السوس بتاعي او الشربة بدأت تتقل وطبعا كلما الشربة بتقلي بنعد نزود شوية عشان اللحمة ما تنشفش وبس كده ده كان الطبق بتاعي النهاردة شايفين اللحمة اصلا شفلها جميل ازاي والسوس مع اللز اللبيض والبطاطس كانوا طحف جدا فجلبوها اتعجبكو قوي موسيقى موسيقى